المقصد الثاني من مقاصد وجودنا كان مقصد ايه؟ ايوه مقصد العمران يبقى احنا كده خلصنا مقصد العبادة تعالوا بس نراجع عليها انا ما عنديش مشكلة مش مستعجل انا مش مستعجل انا دلوقتي بعمل ايه؟ للخطاب بعمل ايه؟ للمقبنة على الزواج بعمل لهم برنامج يقدروا يحددوا مقصدهم في الجواز يبقى المقصد الاولاني اللي احنا خلقنا من اجله اللي احنا اخدناه من حديث جبريل احنا اخدنا من حديث جبريل ايه؟ ان احنا خلقنا للعبادة لما سألوا عن الايمان خلاص ازاي هننزل ده الى الحياة؟ يبقى انا هكون عبد لله لما اقصد ان النفسيتي تكون نفسية متزنة فانا هتجوز عشان ما يبقاش عندي اي نوع من انواع التسور العاطفي ولا يكون عندي علاقات مسمومة فاحفظ نفسي ونفسيتي وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت ربنا عشان انا عبد عليس الله بكافر عبدة جعل جسدي عنده لزة شريفة عفيفة تظهر في العلاقة الخاصة اه انا هتجوز عشان احس بسعادة رزقني بها الله فجسدي يحس بان هو مليء بنعمة الله سبحانه وتعالى ادي واحد حاجة تانية كمان انا هتجوز عشان عقلي يتزن لما اجي افكر افكر ان انا عبد اليس الله بكافر عبدة فانا وبفكر افكر بالنعمة فما افكرش بالنقص انا افكر بالنعمة حاجة تالتة يبقى عندي مقصد في حفظ الدين ان انا يبقى عندي عفة ان انا يبقى عندي وصل بيتي ده اتموصول بالله سبحانه وتعالى فدي مهم جدا بعد كده مقصد حفظ العرض انا احافظ على عرضي واخفظ على عرضي كمان أهل بيتي وأحافظوا على سمعتهم إيه المقاصد الرائعة دي وبعد كده يجي مقصد حفظ المال إن أنا هقدر أعمل إدارة لمواردي وإيه اللي حاصل يبقى عندي في الإنفاق فيه اتزان في الإنفاق إحنا كده عملنا مقصد يبقى من مقصد خلقنا العبادة نزلناها على الخمس مجالات يبقى عندنا هو يبقى العبادة هي وجي فيها الخمس مجالات اللي احنا قلنا عليهم فيها مجال النفس حفظ النفس وفيها مجال حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال